موسيقى بعد التوكل على العي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكنام في الأسطورة الخامسة والثلاثين الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان وصلنا إلى الجهة الرابعة نجد في الأدب والتاريخ والأثر إذن عندي الكلام كان في جهات في الأسطورة الخامسة والثلاثين الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان الجهة الأولى المشرق عند الرازي الجهة الثانية الشرق الشمال ونجد العراق عند الوهابية أو عند أتباع محمد بن عبد الوهاب الجهة الثالثة لم يكن عراق كانت تبوك ولم يكن شام الجهة الرابعة نجد في الأدب والتاريخ والأثر هل نجد تسمية حديثة كما يدعي أتباع ابن عبد الوهاب ولم يكن لها وجود في صدر الإسلام عصر ظهور الروايات فضلا عن العصر الجاهلي الواقع يخالف ادعاءهم والشواهد كثيرة جدا ومنها في الأدب والتاريخ والأثر ومنها أولا أولا بلعاء بن قيس الكناني وفاته في 43 قبل الهجرة شاعر جاهلي يقول بلعاء أتوعدني وأنت ببطني نجدي فلا نجدا أخاف ولا تهام أتوعدني وأنت ببطني نجد فلا نجدا أخاف ولا تهام وطئنا نجدكم حتى تركنا حزونا نجدي نحسبها سخام لاحظ كم مرة تكرر عندنا عنوان نجد أتوعدني وأنت ببطني نجد فلا نجدا أخاف ولا تهام وطئنا نجدكم حتى تركنا حزونا نجدي نحسبها سخام هذا أولا ثانيا زهير بن أبي سلم شاعر جاهلي أيضا لا أعرف هذا عنوان القصيدة أو مطلع القصيدة فصح القلب عن سلم وقد كاد لا يسلو يقول تهامون نجديون كيدا ونجعا لكل أناس من وقائئهم سجلوا تهامون نجديون إذن نجد هو تهام إذن هذا من العصر الجاهلي تهامون لكن لا غرابته كيف تقنع هذا العقل المتحجر والذي يقول بي أن الأرض مسطحة وأن الأرض ثابتة وأن الشمس التي تدور حول الأرض وأن الله والنار هو بسبب دوران الشمس حول الأرض ماذا تقول لهذا كيف يفهم هذا ما نأتي من أدلة وما نأتي به من براهن يقول تهامون نجديون كيدا ونجعا لكل أناس من وقائئهم سجلوا هم ضربوا عن فرجها بكتيبة كبيضاء حرس في طوائفها الرجل ثالثا وقال قيس بن الملوح وإني يماني الهوى منجد النوى وإني يماني الهوى منجد النوى سبيلان ألقى من خلافهما جهدا سقى الله نجدا سقى الله نجدا من ربيع وسيف وماذا يرجى من ربيع سقى نجدا رابعا أروى بن حسان وفاته في ثلاثين هجري أي عاصر الجاهلية وعاصر الإسلام يقول جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إنهما شفياني جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إنهما شفياني هذا الشاهد بهذه الألفاظ موجود في مروج الذهب وفي رسائل الجاحظ وفي مقدمة ابن خلدون وفي الحيوان الجزء الأول والحيوان الجزء السادس والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام خامسا لساني العرب الجزء الثالث لابن منظور يقول حرف المون نجد نجد قال الأخفش ومرتفع عن تهامه إلى أرض العراق التفت جيدا ومرتفع عن تهامه إذن نجد ما بين تهامه مرتفع عن تهامه إلى أرض العراق إذن نجد إذن نجد يقع بين تهامه وبين العراق يقول قال الأخفش إذن الكلام في لسان العرب ابن منظور يقول قال الأخفش ومرتفع عن تهامه إلى أرض العراق فهو نجد ونجد من بلاد العرب ما كان فوق العالية والعالية ما كان فوق نجد إلى أرض تهامه إلى ما وراء مكة فما كان دون ذلك إلى أرض العراق فهو نجد ولا زال الكلام لابن منظور في لسان العرب يقول وروا وروا عن ابن السكيد قال مرتفع من بطن الرم أو الرم والرم واد معلوم فهو نجد إلى ثنايا ذات عرق قال ابن السكيد وسمعت الباهلي يقول كل ما وراء الخندق الذي خندقه كسراء على سواد العراق فهو نجد إلى أن تميل إلى الحرة أي لاحظ من العراق مما بعد الخندق من العراق باتجاه المدينة يقول إلى الحرة فإذا ملت إليها فأنت في الحجاز إذن ما بين الحجاز والعراق ما بين الحجاز والخندق فهو كله هذا نجد ابن الأعرابي يقول نجد ما بين العذيب إلى ذات عرق وإلى اليمام وإلى اليمن وإلى جبل طي ومن المربد إلى وجرة وذات عرق أول تهام إلى البحر وجدة والمدينة لا تهامية ولا نجدية الباهلي ولا زال كدام في لسان العرب لابن منظور يقول الباهلي كل ما وراء الخندق على سواد العراق فهو نجد والغور كل من حدر سينه مغربيا وما أسفل منها مشرقيا فهو نجد لاحظ يعطيك حدود نجد العراق أحد حدود نجد يقول كل ما وراء الخندق أي ما وراء الذي ذكره قبل قليل الذي رواه عن الباهلي عن ابن السكيت عن الباهلي قال ما وراء الخندق الذي خندقه كسرا باتجاه الحجاز إذن الباهلي يقول كل ما وراء الخندق على سواد العراق فهو نجد والغور كل من حدر سيله مغربيا وما أسل منها مشرقيا فهو نجد واتهام ما بين ذات أرق إلى مرحلتين من وراء مكة وما وراء ذلك من المغرب فهو غور وما وراء ذلك من المهب الجنوب فهو السرا إلى تخوم اليمن وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم أنه جاءه رجل وبكفه وضح أي بكفه بهق هذا يسمى عندنا بهق أو براص هو مرض جلدي عبارة عن ظهور بقع بيض على البشر يقول وروي عن النبي لابن منظور يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه في كتاب سان العرب يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جاءه رجلا وبكفه وضح فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم انظر بطن وادا لا منجد ولا متهم أي لا من نجد ولا من انتهامه انظر بطن وادا لا مرجد ولا متهم من الذي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهؤلاء الحجارة يقولون لا يوجد نجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن صدور الروايات يقول انظر بطن واد لا منجد ولا متهم فتمعك فيه أي تمرق في ترابه وتقلب فيه فتمعك فيه ففعل فلم يزد شيئا حتى مات يكمل يقول قوله لا منجد ولا متهم لم يرد أنه ليس من نجد ولا من تهامه ولكنه أراد حدا بينهما فليس ذلك الموضع من نجد كله ولا من تهامه كله ولكنه تهام من جد قال ابن الأثير أراد موضعا ذا حد من نجد وحد من تهامه فليس كله من هذه ولا من هذه ونجد اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق لاحظ اذا نجد بين العراق وبين الحجاز انتهى الكلام في لسان العرب لابن منظور سادسا في التاريخ والأثر عن الخليفة عمر رضي الله عنه قد ثبت للعراق ما يخالف قول الألباني وباقي أتباع التيمية عندي أليف وبا وجيم ودال إلى آخره أليف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أهل العراق كنز الإيمان وجنجمة العرب وهم رمح الله يحرزون الثعورهم ويمدون الأمصار كما في المعرفة والتاريخ للفسوي وابن سعد في الطبقات جزء السادس وتاريخ ابن أبي خيثمة وتاريخ بغداد البغدادي وتاريخ التبري جزء الرابع با ابن أبي شيباء في المصنف جزء السادس أن عمر بن الخطاب قال يا أهل الكوفة أنتم رأس العرب وجنجمتها وسهم الذي أرمي به إن أتاني شيء من هاهنا وهاهنا كما قلنا في المصنف جزء السادس جين ابن أبي شيباء في المصنف جزء السادس عن عمر قال كتب عمر إلى أهل الكوفة ماذا كتب عمر قال إلى رأس أهل الإسلام آمين ترجمة نانسي قنقر